اشتركوا في القناة سيد فؤاد رئيس مهرجان الأكسر للسينما الأفريقية نهارك سعيد يا فأنا نهارك سعيد صباح الخير إزاي حضرتك الحمد لله الحمد لله المؤسسة اللي بتقدم مهرجان السينما الأفريقية هم مؤسسة شباب الفنانين المستقلين عايزين نعرف نتكلم أكتر عن المؤسسة دي ونعرف إزاي بدأت قيمتها وظروفها وأهدافها ونشأتها بس أنا عايزين الأول نتكلم عن المهرجان وعدين نتكلم عن المؤسسة لأن الأكسر أهمية هو المهرجان مش المؤسسة في الحقيقة وحضرتك قلت في البداية أنه ريادتنا وإحنا عندنا مشكلة في الحقيقة في موضوع الريادة دوت لأنه يعني تقريبا تقلص إلى شكل إلى درجة كبيرة جدا وأنه ما فيش بالنسبة للمهرجان اللي أصلوا للسينما الأفريقية كندا عندها مهرجان للسينما الأفريقية إيطاليا عندها مهرجان للسينما الأفريقية بولندا، هولندا، بلجيكا فرنسا عندها مهرجانين للسينما الأفريقية يعني إحنا نشيل كلمتريين ونتكلم بقى لا إحنا تأخرنا قوي في التعامل مع القارة الأفريقية على المستوى الثقافي والفني مش تأخرنا إحنا كنا بدأنا زمان في الستينات وفي الخمسينات كنا احنا اهم دولة جوه افريقيا وكان لنا تواجد كبير جدا في القارة على المستوى الثقافي وعلى المستوى الفني وعلى المستوى السياسي وعلى مستوات كتير يمكن نظام اللي فات قدر يبعدنا بشكل كبير جدا عن القارة الافريقية وده تأثرت بسياستنا وتأثرت بأمننا المائي وأمننا الثقافي وكل اشكال الاستراتيجيات في التعامل مع مصر وافريقيا نرجع لمهرجان لقصر ومهرجان لقصر هو هيبتدي من 21 فبراير ل28 فبراير هو من 21 إلى 28 في لقصر وفي 26 دولة افريقية بتشارك بأفلام روائية طويلة وروائية قصيرة وتسجيل طويل وتسجيل قصير بالإضافة للورش عمل لشباب السينمائيين في القارة الافريقية وملتقى للدارسين في القارة ده يعني دي الفعاليات مؤسسة بتاعتنا مؤسس شباب الفنين المستقلين هي مؤسسة بدأت في 2006 واشتغلنا على المسرح المستقل وعلى السينما المستقلة وقت طويل قوي أسسها في الأول خالد صالح وسامير سيف وهدى وصفي والويس جريس وأنا وعزل حسيني ودي كانت المجموعة اللي أسست في 2006 ولكن اتغير مجلس إدارتها في 2011 بقى فيه خالد يوسف وبقى فيه دكتور عفاف طبالة فاروق عبدالخالق سيد فؤاد وعزل حسيني وهي مؤسسة هدفها دعم الأنشطة المستقلة أو دعم الفنون المستقلة سواء في السينما أو في المصر اتعودنا دايما أن المهرجانات الكبيرة بتكون في العواصم الكبيرة والسانية دي المهرجان هيكون في الأقصر هل ده الجاز بالسياحة مرة أخرى وإحنا في انهيار كبير جدا للسياحة ولا ده سعب اختيار الأقصر إيه؟ لا هو اختيار الأقصر كان قبل انهيار السياحة في الحقيقة يعني كان الهدف من اختيار الأقصر هو أولا البعد عن مركزية القاهرة اللي فيها كل الأحداث الكبيرة مع أنه في محافظات في مصر عندها بنية أساسية وعندها قدرة على أنها تصنع مهرجانات أو تستقبل مهرجانات كبيرة منها لأقصر لوجود أولا لأقصر كمان هي بوابة لمصر على القرى الإفريقي ثانيا لأقصر عندها الفنادق على أفضل مستوى ثالثا عندهم أماكن للعروض السينمائية عندهم قاعة المؤتمرات دي قاعة مهمة جدا موجودة في الأقصر وتصلح للعرض السينمائي فيها 600 كرسي عندهم المدينة الشبابية برضو فيها مصرح كبير جدا ومتميز جدا عندهم أصل الثقافة لسه معمول متكلفة 40 مليون جنيه فهم عندهم بنية أساسية صالحة لإقامة مهرجان بحجم مهرجان الأقصر وهل ده هيزود في السياح يعني هيجذب السياح مرة أخرى لمصر هيساعد بتاقي هو طبعا هيساعد بشكل كبير أولا نسبة السياحة الإفريقية الواردة إلى مصر 5% في الوقت لنسبة السياحة الإفريقية لدول أخرى قد كده مرات كتير فيمكن لما نبدأ ندخل معاهم في النوع ده من الأنشطة ومن التبادل الثقافي والفني ويجي يعني احنا المهرجان هيبقى فيه حوالي 160 فنان من القارة الإفريقية ما بين مخرج ومؤلف ومصور وممثل لما يجوا دول هيبقوا لما يرجعوا بلادهم هيبقوا سفراء لمصر وللأقصر في بلادهم وده هيأثر بالفعل على حركة السياحة الإفريقية وكمان لما تعمل تظاهرة بالحجم دوت ويبقى عندك 7 أو 8 أيام فنانين من أولا فيه عدد كبير جدا من فناننا في مصر رايحين المهرجان تضامنا مع الفكرة وعشق للسينما وضرورة الدفاع عنها في لحظة تردد ورحظة خوف ولحظة تفشي أفكار رجعية وأفكار هترجعنا ربعمائة خمسمائة سنة الوراء فالسينمايين كلهم وقفين وراء الحدث ده فيبقى عندك عدد كبير جدا من النجوم موجودين في الأقصر وبالتالي عدد كبير من التغطية الإعلامية سواء للقنوات التلفزيونية أو لجرائد أو لغيره ده بيأكد أنه الأقصر فيها حلم الاستقرار على مستوى العالم ربنا يستر حلم الاستقرار مش عزين نتكلم كتير عشان يعني أنظر الناس ما ترحش للأقصر كتير طيب دلوقتي إحنا في ظل غياب مهرجان القاهرة السينمائي هل مهرجان زي مهرجان السينما الإفريقية هيكون لي صدى كبير ولا؟ في الحقيقة هو فيش علاقة ما بين الاتنين يعني مهرجان القاهرة ده مهرجان دولي بقاله عدد كبير من الدورات مفتوح على العالم كله مهرجان الأقصر هو مهرجان خاص بالقارة الإفريقية السينما القارة الإفريقية فهو في النهاية مهرجان إقليمي يمكن سمعت مصر واسمها الكبير في مجال السينما يبقى سبب في نجاح مهرجان زي مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تمام الأهداف اللي المهرجان الأقصر يعني بيتمنى تحقيقها في أول سنة ليه هي من أهمها يكون إيه بالزبط؟ هو أهم الأهداف أنه يبقى فيه أولا تعاون أول حاجة عروض أفلام إفريقية في مصر ودي حاجة ما حصلتش إلا في القليل النادر أنه السينما الإفريقية بدأت سنة 66 وتحصد الجوائز من كان ومن برلين ومن فينيسيا ومن سالونيك ومن كل المهرجانات الكبيرة في العالم وعدد كبير منهم دخل كان وخد جوائز إحنا بقى نمية واربعة سنة بنعمل سينما لم نحصل على جائزة من كان هم حصلوا على جوائز من كان في الحقيقة فعايزين يعرف السينما ديت وصناع السينما الإفريقية كمان يعرفونا ويعرفوا السينما المصرية ويعرفوا وضعها الحالي يبقى فيه كمان وجود متفرج السينما في الصعيد لأنه إحنا مش لقصر بس يعني هيبقى فيه ناس من أسوان ومن إنا ومن لقصر فيبقى فيه حركة لتلقي السينما في جنوب مصر ده هدف تاني الهدف التالت بعد كده يبقى فيه استثمار في صناعة السينما بين مصر والقرى الإفريقية مهرجان السينما الإفريقية لقى الدعم من مين؟ هو المهرجان دعمه الأساسي جاي من وزارة الثقافة وزارة السياحة زي ما أنا عرفت كبير بس بشكر دكتور عماد أبو غازي اللي هو يعني وزير الثقافة السابق موقفه المشرف سواء في الاستقالة أو في دعمه المهرجان لو أقصوا للسينما الإفريقية في ظروف كانت صعبة جدا وبعد كده فيه دعم من وزارة السياحة ولكن لسه فيه بعد المناقشات لأنه ما عندهمش فلوس كافية فيه دعم بسيط جدا من وزارة الخارجية ولكنه على المستوى بقى اللوجيستي فيه دعم كبير جدا من وزارة الخارجية اللي وقفه جنب المهرجان ده بشكل مبير فيه دعم من محافظة الأقصر محافظة الأقصر في الحقيقة مسخر كل إمكانيات المحافظة لإنجاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية ونقابة السينمايين مشاركة في لا نقابة السينمايين للأسف هم وعدوا بالمشاركة ولكن رجوا في الفترة الأخيرة قالوا أنه ظروفهم المالية هم عندهم 17 مليون جنيه بس هم دول اللي موجودين في خزنة النقابة فهو مش عايزين يسحبوا منهم حيجوزوا حد بيهم أو محتفظين بيهم مش عارف وهم كانوا مشاركين معنا بجائزة صغيرة جدا وبعدين في الفترة الأخيرة أكلمني النقيب مسعد فودة وقال لي سيدنا حتى نقدر ندفع الستين ألف جنيه دول اللي هما الجائزة لأنه عندنا مشكلة في المعاشيات ربنا بقى يوفقهم يعني إن شاء الله صدرت أخبار في الفترة الماضية عن ديوف المهرجان وفي قايمة كده بأسماء المشاهير في مثلا من المشاهير أوبرا وينفري وفي كمان أمتبت شان وفي كمان أنا عرفت إن في مشاهير الأفارقة في العالم هيجوا يحضروا المهرجان هو أهنا وجهنا الدعوة فعلا لأوبرا وينفري بس هي حتى الآن ما فيش رد لسا جيه وده كلام يعتبر السابق لأوانه في الحقيقة ما عرفش بالنسبة لأمتبت شان هو فيه مفاوضات وفيه لحد الوقت موافقة مبدئية منه فيه رئيسة ليبريا السابقة حاصلة على نوبل يعني فيه احتمال كبير إنها هي وفقته وبتزبط مواعدها وجدوالها على إنها تبقى موجودة معنا ولسا برضو ما اكتملش القائمة بتاعة ضيوف المهرجان الأجانب ومن الفنانين المصريين مين اللي هيجي؟ في الحقيقة كل الفنانين المصريين مرحبين جدا بأنهم يروحوا بس أنا بتكلم على الناس اللي تم الكلام معاهم بشكل نهائي فيه أولا هند صبري في لجنة تحكيم عمر واكد في لجنة تحكيم فبالتالي دول موجودين محمد خان لجنة تحكيم دهود عبد السيد مكرم من الناس بقى اللي مش في لجنة تحكيم أو مكرمين وموجودين هاني سلامة خالد يوسف صلاح عبدالله نوكل سابة ليلى علوي لبلبة داليا البحري هتقدم حفل الافتتاح وعدد كبير في الحقيقة كلمناهم ومرحبين جدا جدا وشايفين إنه ده جزء من دورهم إنهم يقفوا جنب مهرجان للسينما في مصر تمام فروع المهرجان من المسابقات عايزين نعرف إيه هي فروع وإيه سبب إلغاء مسابقة كيمة للسيناريو إحنا عندنا فروع المسابقات مسابقة للأفلام الطويلة الطويلة بمعنى طويل رواقي وطويل تسجيلي ومسابقة الأفلام القصيرة قصير رواقي وقصير تسجيلي دول المسابقتين الأساسياتين فيه مسابقة كانت للسيناريو ولكن نتيجة إنه عدد السيناريوهات اللي وصلت للمهرجان ما يقيمش مسابقة حقيقية ومنافسة حقيقية فأجلناه للدورة التانية 2013 إن شاء الله إيه فعاليات المهرجان اللي هيتابعها الجمهور في المرحلة الأولى للمهرجان؟ في الحقيقة إحنا عاملين للجمهور إنه يشاهد العروض ولكن بكارنهات تتعامل مسبقاً قبل المهرجان اللي عايز بيروح يكتب اسمه وبيحط صورة في محافظة على أساس يبقى فيه تنظيم بس لحضور الجمهور ما بين قاعة المؤتمرات وأصل ثقافة الأقصر إن شاء الله طبعاً بعدين نعرف دور محافظة الأقصر في المهرجان وهل من المنتظر تغيير اسم المهرجان ونقله إلى مدينة أخرى غير مدينة الأقصر؟ لا هو أي مهرجان بيبقى هدفه أنه يستمر ويبقى مهرجان دولي لازم ينتمي لمحافظة أو لمكان واحد يعني أي مهرجان في العالم بينتمي للمحافظة المقام فيها ويجب أن يستمر ويستقر فيها يعني خلص بعدها في الأقصر هو اسم مهرجان الأقصر يبقى بيقام كل سنة في نفس التوقيت في نفس المحافظة تمام فهنا فيش تغيير في الأماكن بالنسبة للمهرجان الأقصر طيب فيه زل الخلفية الأحداث اللي بتمر بيها مصر والانتخابات البرلمانية ونتائجها بس يعتبر موعد تحديد مهرجان الأقصر ده هل ده موعد مناسب ولا ممكن نقول إحنا هنلغي المهرجان وهنميل فقط ثاني لا في الحقيقة إحنا لما جينا نختار معاد المهرجان اختارناه على مستويين المستوى الأول أنه ما يبقاش فيه مهرجان أفريقي مهم في نفس التوقيت اللي انت هتعمل فيه مهرجانك عشان ما يسحبش منك اهتمام الفنانين الأفريقة وصناع السينما في القارة الأفريقية المستوى الثاني أنه شفنا هتخلص إمتى انتخابات مجلس الشعب وجزء كبير من انتخابات مجلس الشورى كمان هيكون انتهى فإحنا هنبقى موجودين فيه توقيت مناسب نتمنى أنه يبقى فيه حالة من الاستقرار الأمني والسياسي فإحنا هنطلع في وقتنا تحت أي ظرف لأنه الفنون والثقافة ماهيش رفاهية أنه لما تحصل أزمة من أي نوع ألغيها ما أنت لما بتحصل أزمة بتروح تجيب عيش وبتاكل عيش وبتروح توقف تجيب أمبوبة بتجازو لا مش هيمفع التعامل يعني الدنيا مش هتوقف مش هيمفع التعامل مع الثقافة والفنون على أنها شيء همشي لما يبقى فيه أي مشكلة عليهم أنهم يقعدوا على جنب على بالم المشكلة تخلص ده كلام أنا برفضه تمام جوائز المهرجان بتبلغ قيمتها حوالي 38 ألف دولار أمريكي عايزين نقسم الجوائز هي هو بيبقى الجائزة الأولى 20 ألف دولار وبعدين الجائزة الثانية 15 والجائزة الثالثة 10 وفيه جائزة لي أفضل إسهام فني حضريك تتمنى إيه لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية أتمنى أنه هو يكون مهرجان حقيقي واصل للجمهور اللي في الأقصر وليه تأثير في القارة الأفريقية على علاقتنا الثقافية والفنية ويكون مؤثر في الاستثمارات في صناعة السينما سواء في مصر أو في أفريقيا طيب يعني خلاص إحنا خلصنا كلامنا عن مهرجان السينما الأفريقية السينما بقى في مصر عايزين نتكلم على حال السينما في مصر الوقت آه حال السينما في مصر كلمنا شوية في الحقيقة يعني كنت معتقد أن وزارة الثقافة عليها دور كبير لما السينما توقفت في صورة 25 يناير حصل أنه صناعة السينما القطاع الخاص أو المنتجين خافوا على فلوسهم نتيجة أنه في بعض الأفلام لما اتعرضت ما لقيتش نجاح بس في نفس الوقت في أفلام ليه يتنجح كبير إنما كان المفروض دلوقتي والسينما بتدور على شكل جديد لها وعلى اختلاف موضوعاتها وعلى اختلاف طبيعة المتلقي والمتفرج بقى عنده متطلبات أخرى كان يجب أن وزارة الثقافة تتدخل بقى في اللحظة دي لدعم عدد من الأفلام بميزانيات عشان نقدر نوصل لشكل سينما جديد بعد الثورة ولأن الصناعة دي اللي فيها عدد كبير جدا من الناس والصناعة دي هي قوتنا النعيمة في إفريقيا بس الناس اللي هو الممثلين والمخرجين ده فيه ناس كتير جدا بيوتهم قائمة على لا هي صناعة كبيرة والصناعة دي هي اللي خلقت لمصر التواجد الكبير في العالم العربي وفي إفريقيا لزمن طويل جدا 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 وهي اللي خلقت الدور السياسي الكبير اللي لعبته مصر في العالم العربي كان كله ليه العالم العربي كله يعرف مصر ويعرف اللهجة المصرية ويعرف اللغة المصرية السينما هي اللي خلقت ده والتلفزيون المصري هو اللي خلقت ده في أوقات فلازم الدولة تقف جنب الصناعة ديت وخاصة في ظل ظروف تنامي أفكار ربما تكون ضد هذه الصناعة وده شيء يعني يجب أن نحاربوا من هذه اللحظة مش نستنى لما يجي لنا احنا لازم نحن اللي نروح له في الحقيقة طيب بالنسبة للموضوعات اللي هتناقشها بقى الأفلام والسينما الفترة اللي جاي حديك شايف أن لازم يبقى فيه اختلاف كبير عن الفترة اللي فاتت والغياب العقلي اللي كانت يعني السينما كان بيتحاول تفصلنا شوية عن الواقع في الحقيقة السينما دايما بعض الحروب أو بعض الصورات ما بتبقاش ما بتبقاش مستقرة وما بيبقاش السينما جادة قوي بالعكس يمكن بعد 67 طلعت أفلام على مستوى يعني يصل إلى درجة الهلس يعني بس دايما السينما المصرية فيها الاتنين ما قدرش أقول أنه دلوقتي لازم تبقى سينما جادة أو لازم تبقى سينما كوميديا لأنه في الناس عالي تشوف ده فإحنا عندنا التنوع ده في صناعة السينما في مصر ودائما أبدا عندنا الأفلام اللي على مستوى فني عالي جدا وراقي وعندنا المستوى الكوميدي أو الخفيف أو المستوى المتواضع جدا فإحنا عندنا التنوع ده لازم يظل موجود في الحقيقة عالي أسألك سؤال بالنسبة يعني بقى حالي قلت لي بعد 67 ظهرت أفلام يعني كده غير شوية ليه الأفلام دي إحنا لما بنشوفها وبندحك ونبقى مستين قوي يجي فيلم مثلا دلوقتي يعني يعني أعلى من المستوى ده بشوية نقول إيه التفاهة دي وإزاي عملوا فيلم زي ده هو في الحقيقة السينما المصرية إحنا ارتبطنا بشكل السينما القديم قوي أو بعض الأجيال يعني وبتشوف إن السينما اللي فاتت كانت كويسة يمكن الجيل ده شايف إن السينما بتاعته سينما جيدة جدا وبتدحكوا وبينبسط بيها يمكن الجيل الأكبر شوية بيشوف إنها السينما ضعيفة مع أنه كان عندهم زمان أفلام يعني أضعف من كده بكتير هو بيتغير الزوء من وقت للتاني وكل السينما ليها مطلقتي يعني لو الأفلام بتاعتنا دي أفلام فشلة بتاعة اللي بننتجها دلوقتي الكوميدية ما كانش أقبل عليها الجمهور بهذا الشكل وبقى فيها كم الإرادات دوت وكم النجومية الكبيرة لنجوم الكوميدية في مصر تمام تتمنى إيه للسينما المصرية؟ أتمنى أن السينما المصرية تعود للإنتاج بكافة أشكاله سواء الكوميدي أو التراجدي أو السياسي أو يعني العودة إلى الصناعة بشكل حقيقي وكمان عودة أو ضرورة دعم وزارة الثقافة للصناعة السينما في اللحظة الحارجة اللي احنا بمر بها السناريست سيد فؤاد نورتنا النهاردة وشرفتنا ويا رب إن شاء الله المهرجان يبقى موفق بإذن الله يا رب مرسي مرسي حضرتك مشاهدينا خلصت فقرتنا دلوقتي ولسا مكملين معكم بأي فكارات نهارك سعيد